دكتور سلام سعد اليوم حبين نتطرق معيك لصورة الممثل الصورة عبد المنعم لعميري هذ متل ما شفنا انه هايدي الصورة استفزت عدل كتير كبير من المتابعين وحتى لقت هجوم على السوشال ميديا حضرتك خبيرة انتكات وبروتوكول شو مكت تحكي لنا عنا صراحة فابيان ما بعرف على شو بدي يعلق على الصورة يلي موجودة على الحساب تاع الفنان عبد المنعم لعميري ولا على الكلم يلي علق عليه او الكابشن يلي حتى على الصورة صراحة فينا نقول انه سوشال ميديا كشفت لنا كتير امور ما كنا بنعرفها عن بعض الفنانين يعني فينا نقول بريق وقالك النجوم ما قبل السوشال ميديا كان عن جد من حس النجم نجم لانه كان في دوزني اكتر لطريق التعاطيم على الجماهير والاعلام بشكل عام ما بعرف هالصورة وهالتعليق كانوا صادمين بالنسبة للي لانه الفنان عميري واحد من كبار الفنانين العرب واحد من الفنانين اللي عنده قاعدة جماهيرية كبيرة ولكن ما بعرف ليش ممكن يحط هيك صورة مع هيك تعليق هلأ ممكن نقول صورة متاخدة من عمل الدرامي من عمل من اعماله السابقة ولكن يحطوا على السوشال ميديا هايدي الصورة شو الى غاية شو حتنفعني بس كصورة شوفة فشو حتخدم شو حتقدم عادة المشاهد يلي بتخدم العمل الدرامي مقبولة ولكن مشاهد على السوشال ميديا بها الطريقة شو هدفها شو الخدمة اللي قدم لي ايها بها الصورة شو الابهار اللي عطاني ايها شو الصورة الحلوة عن نفسه اللي قدم لي ايها فبالتالي صورة صادمة فعلا صادمة جدا ما بعرف بيخلينا نقول انه ممكن يكون مش بيواعي لما كتب هالبوست ما بعرف لان الصورة فعلا صادمة جدا جدا وبخصوص التعليق يلي كتبوا عن هايدي الصورة كيف بتقايمين لنا ايها؟ التعليق تيو عم بيقارن ما بين نحن والاجانب طالما تذكر كلمة اجانب يعني بالتالي لازم يعرف انه المجتمع الاجنبي قد يقبل بامور لا نقبلها نحن بالمجتمع العربي مجتمعنا له محادير محددة له خاصية محددة له اخلاقيات معينة كلها يتنربين عليها فبالتالي يلي بده يتمثل بالاجانب يتمثل ولكن ياخد الشي يلي بيليق بمجتمعنا ياخد الشي جيد يعني مثلا ليش ما تمثل بالاجانب وطريقة احترام لجماهيرهم ليش ما تمثل بالاجانب وطريقة انتاجهم الرائعة للدراما بشكل او باخر بس هيدول الامور يلي شافة يعني هيدا اللي علقت ببيلو لحتى يتمثل بالاجانب مفهمت يعني منشوف الاجانب بيعملوا اعمال كفنانين اللي احنا حكي فقط عن ممثلين بيعملوا اعمال خيرية بيعملوا نشاطات اجتماعية بيعملوا حملات بالتير الرأي العام لقضية محددة ما شفنا استاذ عمير يتمثل فيهم فبالتالي يلي بدي يتمثل بالاجنب ياخد الجيد على الاقل يفرجينا انه هو عم بيحاول يكون يتمدن ويكون مودرن واتساترا يعمل باعماله وبأداءه ولكن مش بصورة بالمرحاض شو رأيك بتشبيه هايدي الصورة بمسلسل عالمي مقارنة ما بين جيم اوف ترونز او صراع العروش هالمسلسل يلي تابعوا الملايين ويلي انبهرنا بأداء وانه بالفكرة الكرياتيفي فبالتالي لا ما بحق ما بحق إله استاذ عميري رغم كبروا رغم ما حبت الجماهير لإله ولكن هالصورة وهالتعليق كانوا غير موفق فيهم كانوا مش بمكانهم ما مرة كل مرة بس شوف هيك الصور بقلك ياريتوا ما حط هالصورة ياريتوا ما كتب هيك هوني ياريت 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 وأكتر كمان اليوم حضرتك خبيرة انتكات وبروتوكول إذا حبت تعطي نصيحة لهالممثل المميز شو معقولة قليله قال عزيزتي فابيان الجمهور واعي والجمهور بيعرف بيعرف الأخطاء أول ما يشوفوا عينه بتشوف الخطأ وبتعرفه وبتعرف الصواب من غير الصواب حتى لو كانت هيدا اللقطة موجودة بمسلسل لإلك وحتى لو كانت الغاية من نشر هيك صورة تعمل بروباجندا لهالمسلسل هالمسلسل يلي مرقت فيها اللقطة ما كان فيه لقطة تاني لحضرتك بتفرجيني عن الإبداعات تعيتك التمثيلية فبالتالي ما بعرف ممكن تكون هيدا الصورة أيضا للترويج ولكن كان فيه روج بطريقة أو بأخرى فيه روج باسمه فيه روج بمكانته هو هيدا الشخص هيدا عبد المنعم العميري هيدا الشخص يلي إله بصم كبير بالدراما السورية والعربية بشكل عام فبالتالي مش بحاجة ليكون بالمرحاة ليروج لنفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر